موسيقى شاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ بيوم الأحد حيث تكون الأجواء معتدلة تقريبا في النهار في معظم مناطق المملكة لطيفة بالليل الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 25 والصغرى 13 المناطق الشمالية الشرقية 20 إلى 10 المناطق الغربية 35 إلى 27 أجواء حارة نسبيا والمناطق الوسطى 26 إلى 16 والمنطقة الشرقية 28 إلى 17 والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 21 إلى 11 يوم الأثنين أيضا استمرار الأجواء مستقرة في معظم المناطق باستثناء المناطق الجنوبية الغربية والأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل المناطق الشمالية الغربية 27 العظمى والصغرى 15 المناطق الشمالية الشرقية 20 إلى 11 حتى تميل إلى البرود أثناء الليل والمناطق الغربية أجواء حارة نسبيا 34 إلى 27 المنطقة الوسطى 26 إلى 15 والمنطقة الشرقية 27 إلى 17 المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية يوم الثلاثة تستمر الأجواء المستقرة وأيضا تستمر الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل المناطق الشمالية الغربية 28 العظمى والصغرى 16 المنطقة الشمالية الشرقية 21 إلى 15 المنطقة الغربية 34 إلى 27 أجواء حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا وأيضا المنطقة الوسطى 26 إلى 15 معتدلة نهارا لطيفة ليلا والمنطقة الشرقية 28 إلى 18 أما المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر العظمى 20 والصغرى 19 أما يوم الأربعاء يوم الأربعاء تتعرض المناطق الشمالية وقسم من الوسطى والغربية لحالة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر الغيوم الركامية تدريجيا وبالتالي تسقط زخات متفرقة ورعدية من المطر قد تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول في الأماكن منخفضة وارتفاع من سوب المياه المناطق الشمالية الغربية 23-14 والمناطق الشمالية الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 22-14 المنطقة الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 34 إلى 27 والمنطقة الوسطى 27 إلى 16 المنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر 28 إلى 18 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 20 إلى 9 درجات وأيضا اعتبارا يوم الأربعاء والخميس تنشط الرياح وبالتالي تزداد سرعتها وتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية يوم الخميس أيضا استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في بعض المناطق الشمالية الشرقية وبعض المناطق الغربية أيضا مع انخفاض على درجات الحرارة ونشاط على سرعة الرياح التي تثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 25 والصغرى 13 المناطق الشمالية الشرقية 20-14 والمنطقة الوسطى 28-17 أما المنطقة الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات راعدية من مطر 31-24 المنطقة الجنوبية الغربية 20-11 والمنطقة الشرقية 29-21 درجة مئوية أيضا يوم الجمعة تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق تبقى الأجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات راعدية من المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وأيضا المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وقد تصل أمطار إلى بعض المناطق الوسطى فمن يوم الأربعة والخميس والجمعة هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي وهناك الشمالية الشمالية الشرقية 20 إلى 15 والمنطقة الغربية 32 إلى 27 والمنطقة الوسطى 29 إلى 17 وكذلك المنطقة الشرقية 29 إلى 21 درجة مئوية والمنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر 20 إلى 13 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية نتمنى الجميع السلامة شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله اشتركوا في القناة